أهلا بحضراتكم بعد مرور عام من الزمن ما زالت الحرب مستعرة في السودان بينما تعيش البلاد والدول المجاورة لها واحدة من أطخم الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح وأكثرها تعقيدا على مستوى العالم وتجاوز عدد السودانيين المجبرين على الفرار الآن عتبت الثمانية ملايين ونصف المليون شخص علما بأن مليون وثمانمائة ألف منهم قد عبروا إلى خارج حدود البلاد بعد أسبيع من تصاعد التوترات بسبب خطة لتسليم السلطة إلى المدنيين اندلع قتال عنيف في الخرطوم وسط أنباء عن اشتباكات في عدد من المدن الأخرى واقتحمت قوات الدعم السريع مقر إقامة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في محاولة للاستيلاء على مواقع استراتيجية في قلب العاصمة دمر الصراع المستمر حياة السكان وملأهم بالخوف وبمرارة الفقدان في حين تتواصل الهجمات التي يتعرض لها المدنيون وحالات العنف القائم على نوع الجنس المرتبطة بالصراع دون رادع مما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وتمكنت فرق المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين وشركائها من نقل معظم اللاجئين إلى مواقع جديدة وموسعة إلى أن أكثر من 150 ألف منهم ما زالوا في مناطق حدودية يمكثون في ظروف غير صحية تتسم بالاقتزاز غالبا بفعل نقص التمويل سخرت مصر كل جهودها منذ اندلاع الأزمة على احتواء الأوضاع وحق ندماء الشعب السوداني في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم تدخل في شؤونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة له وكذلك الحفاظ على الأمن القومي المصري ازداد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف خلال العام الماضي بمعدل يومي تراوح بين 2000 إلى 3000 لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى وأيضا منطقة مدينة الإسكندرية مصر أكدت منذ بداية الأزمة حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت ورفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة اتصالات بنظرائه في أفريقيا كما رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق الهدنة لمدة أسبوع حتى منتصف ديسمبر الماضي سجلت منظمة الصحة العالمية 60 هجوما على المرافق الصحية بما في ذلك إخلاء مستشفيات في أواخر إبريل من قبل قوات الدعم السريع وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 95% من السودانيين لا يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم الأمم المتحدة تقول أن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة أي حوالي 25 مليون شخص باتوا يحتاجون إلى المساعدة بمن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ومن بين هؤلاء قرابة 5 ملايين على شفى الكارثة وهو ثاني أسوأ تصنيف يعتمده برنامج الأغذية العالمي لحالات الطوارئ بعد تصنيف المجاعة حرب دامية بين الجيش السوداني والدعم السريع في شوارع العاصمة الخرطوم وضواحيها راح ضحيتها ما يقرب من 15 ألف قاتيل خلفت أكبر أزمة نزوح في العالم وانتشار للأوبئة وانهيار للاقتصاد وشبح المجاعة في مؤشر خطير يعكس اتجاه البلاد إلى مصير مجهول في الوقت نفسه لا يزال الأمل حاضرا حيث تتواصل جهود القاهرة إلى جانب الجهود العربية والدولية من أجل وقف المعارك والوصول إلى حلول توافقية تردي جميع الأطراف اشتركوا في القناة